عاجل وخطير استعدادات لاستعادة السيطرة على الجوف واحتمالات مفتوحة للمرحلة المقبلة تفاصيل هامة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة قالت مصادر سياسية وآلمية مطلعة إن التغييرات التي أجرها مجلس القيادة الرئاسي اليمني في محافظة الجوف شمالي البلاد فتحت البابة أمام كل الاحتمالات لسيما أنها جاءت بالتزامن مع انقضاء موعد الهدنة التي سارت في البلاد لستة أشهر وانتهت مطلع الشهر الحالي من دون تجديدها نتيجة رفض الحوثيين الجهود التي يقودها المجتمع الدولي في ذلك الاتجاه والاثنين الماضي أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارين أزحى بموجبهما محافظة الجوف الشيخ القبلي البارز أمين العكيمي من منصبي المحافظ وقائد المحور العسكري في المحافظة وعين العميد حسين العج العواضي خلفا للعكيمي في قيادة المحافظة كما عين العقيد الركن محمد عبد الأشول على رأس المحور ووفق المصادر فإن التغييرات الجديدة في الجوف تأتي ضمن استعدادات من قبل المجلس الرئاسي لإطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المحافظة ذات الامتدادات الجغرافية الواسعة بعد انهيار الهدلة الهدنة المعلنة برعاية أممية في مطلع الشهر الحالي ورفض الحوثيين كل الجهود المذولة لتجديدها ووضعهم اشتراطات وصفها مجلس الأمن الدولي بالمتطرفة لكن مصدرا حكومي استبعد ذلك وقال إن أي عملية عسكرية قد تنطلق كردا على رفض الحوثيين لسلام لا يمكن أن تنطلق لتحرير محافظة الجوف فقط بل ستكون عملية شاملة من مختلف المحاور على امتداد جبهة المواجهة معهم من دون أن يخفي تخوفه من فشل المحافظ الذي قال إنه شخصية مسيسة أكثر مما تحتمله الجوف ذات الطبيعة القبلية وفق ما ذكرت صحيفة العرب الجديدة ترجمة نانسي قنقر